موسيقى وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله ختم به رسالته وأوضح به سبيله صلى الله عليه وآله سفراء الله تعالى ومجاري فيضه وأنواره في ظلمات أرضه أصيكم عباد الله تعالى ونفسيا أمارة بالسوء إلا ما رحم ربي بتقوى الله تعالى والاعتصام بنهجه القويم وصراطه المستقيم والتمسك بولاية آل بيت نبيه الأطهار وأحسن العزاء في هذه الأيام وواسوا نبيكم محمدا صلى الله عليه وآله في مصيبته بالأطائب من ذريته توفوا بذلك حق نبيكم الكريم وتفوزوا من الله تعالى بالأجر العظيم وعزيز على سيد الأنبياء صلى الله عليه وآله أن يرى ذريته في السباء أسرى ونساءه على النياق حسرى وعزيز على حام الجار أن يستجير ولده ولا من مجير ويستنصرى وقد عز النصير أيها الأخوة والأخوات السائرون إلى قبر سيد الشهداء عليه السلام سلام عليكم جميعا من رب رحيم ودود ورحمة منه وبركاته أيها الأخوة والأخوات ودوا أن أبين أمرا مهما من الضروري الالتفات والانتباه إلى الخطب والمواعظ التي تقدم في هذه المناسبة للوصول إلى الأهداف الإلهية الأهداف التي أرادها النبي صلى الله عليه وآله والأئمة الأطهار من زيارة الإمام الحسين عليه السلام هذه الزيارة التي ساهمت أبرى التأريخ ماضيا وحاضرا ومستقبلا إن شاء الله تعالى مساهمتها العظيمة في الحفاظ على الدين والمذهب الحق والحفاظ على مبادئ الإمام الحسين عليه السلام لذلك لابد للزائر من الوعي والالتفات والمعرفة بما هو مطلوب منه لتحقيق هذه الأهداف أبتدي أولا إخواني بمقدمة أبين من خلالها ما يلي ثم أدخل في صلب الموضوع لاحظوا إخواني شدة اهتمام الأئمة النبي صلى الله عليه وآله والأئمة الأطهار بزيارة الإمام الحسين عليه السلام ألا من زاره عارفا بحقه وجبت له الجنة السؤال الآن أي زيارة هذه التي توجب الجنة هل كل زيارة توجب ذلك؟ أم لابد من مقومات في هذه الزيارة للوصول إلى هذا الأمر؟ ما هو قصبنا من هذه الزيارة؟ هناك مجموعة من الأمور هو أن نواسي النبي صلى الله عليه وآله وآله بيت الأطهار خصوصا صاحب العصر والزمان بهذه المصيبة ونعزيهم بذلك علينا أن نحسن العزاء للأئمة الأطهار والإمام صاحب العصر والزمان في ذلك كيف نحسن العزاء؟ ثانيا ثالثا من المقاصد المهمة في هذه الزيارة أنه نحن نجدد العهد والبيعة والولاء للإمام وعلينا أن نفي بهذا العهد والبيعة والولاء ما المقصود أننا نجدد العهد والولاء للإمام بمعنى نخاطب الإمام الحسين عليه السلام يا أبا عبد الله أننا ماضون في مسيرتك أننا سنحافظ على مبادئك وثورتك وقيمك وحركتك الإصلاحية مهما كانت هذه المسيرة من المحافظة على هذه المبادئ تكلف من التضحيات والمشاق والوقوف بوجه الظالمين والمستبدلين وهذا لا يكفي كيف نفي للإمام في تجديدنا للعهد والولاء معه نقطة المهمة هنا هذه التساؤلات لابد أن يطلح الزائر على نفسه وأن يجيب عليها ويعمل بما يصل إليه من الأجوبة لذلك أيها الأخوة والأخوات سنعطيكم برنامج كل واحد نريد أن يصل من خلال زيارة الإمام الحسين عليه السلام إلى أن توجب له الجنة سنعطيكم من خلال الخطبة الأولى والثانية برنامج إن عملتم به ابتداءً ثم أثناء الزيارة ثم انتهاءً إن شاء الله تعالى ستكون الجنة لكم وبرنامج كبير وفيه الكثير من المشقة والعمل الشاق والعسير ولكن هو سهل إن شاء الله تعالى بتوفيق الله تعالى هذا البرنامج يتضمن ثلاث مراحل ننتبه إليها أيها الأخوة المرحلة الأولى أثناء المسيرة والتوجه إلى الإمام المرحلة الثانية أثناء الزيارة المرحلة الثالثة أثناء العودة بعد انتهاء الزيارة وما يعقب الزيارة من بقية شهور وأيام الصنة هذه ثلاث مراحل في هذا البرنامج إن التزمنا بها وفق روايات إن شاء الله والأحاديث وسيرة للصالحين أمكننا أن نصل إلى هذه النتائج وهنا نأتي في الخطوة الأولى إلى البرنامج أثناء المسيرة سواء كان المسيرة طويل أو المسيرة من مسافات قريبة نذكر ونؤكد على توصيات التي سبق أن ذكرنا الكثير منها في خطب سابقة ونحتاج هنا إلى استحضارها للعمل بها معرفتها وللعمل بها وأذكرها هنا على نقاط والعمل بها معرفته والعمل بها سيؤدي إلى إدامة مركات وثمار زيارة الإمام الحسين عليه السلام على رأس هذه الأمور أيها الأخوة والأخوار ما هو سر الاهتمام من المعصومين بزيارة الإمام الحسين عليه السلام حينما نحن نستعرض أبر التأريخ أبر الكرون الماضية نجد أن زيارة الإمام الحسين عليه السلام التي كانت موضع اهتمام خاص وعناية شديدة من المعصومين وكذلك أن هذه الزيارة ومسيرة الأربعين لا تسمعوا لبعض التشكيكات في هذه الزيارة لقد وردت فيها النصوص الصحيحة وسيرة العلماء والصالحين والمؤمنين منذ عصر الأئمة إلى يومنا هذا ويكفي ذلك دليلاً على استحباب هذه الزيارة ومحبتها من المعصومين كانت الزيارة للإمام الحسين ومسيرة الأربعين وبقية الزيارات من العوامل الأساسية في الحفاظ على الإسلام والمذهب الحق ومبادئ النهضة الإصلاحية للإمام الحسين عليه السلام لذلك علينا أن نحافظ على هذا المسير ونلتزم بهذه المبادئ وبالتالي تفشتوا إخوان أن لهذه الشعيرة مسيرة الأربعين لها من القداسة والإجلال ما ينبغي معه المحافظة على قداسة وجلالة هذه الشعيرة والابتعاد عن كل ما يؤدي إلى التقديل من شأن هذه الزيارة والتوهين لها كيف؟ نحافظ على قداسة هذه الزيارة علينا أولا أن نجعل مكان إقامة المواكب والعزاء والمجالس والطرق التي نشير عليها أماكن حقيقية لإحياء الشعائر الدينية الإسلامية وعلى رأسها المحافظة على أداء الواجبات الشرعية ومن ذلك ومن أهمها المحافظة والاهتمام الشديد والعناية بالمحافظة على إقامة الصلاة في أوقاتها فإن الصلاة عمود الدين لاحظوا الخيمة من دون العمود يمكن أن تؤدي وظيفتها كلا الصلاة عمود الدين الصلاة معراج المؤمن أحب الأعمال أحب الخلق إلى الله تعالى هو الذي يكون أسرع للاستجابة لنداء الصلاة أحب الخلق إلى الله تعالى هو الذي يكون أسرع استجابة لنداء الصلاة وبقية الواجبات الشرعية علينا أن نحافظ عليها ونؤديها بالوجه الذي يحبه الله تعالى واحد ثانيا السلوك والأخلاق علينا أن نكون طوال المسير وفي كل مكان في مسيرة الأربعين مثالا للأخلاق العالية والتعامل الحسن والمعاشرة الحسنة والاحترام لبقية الزائرين والتعامل معهم وفق ما تقتضيه أخلاق أهل البيت والابتعاد عن كل ما يسيء في هذه المعاملة بارقية المؤمنين هذه من الأمور التي تجعل من هذه المسيرة إحياء حقيقيا لهذه الشعائر الدينية وأيضا أن تكون النية خالصة لوجه الله تعالى والاشتغال بالذكر وتلاوة القرآن والابتعاد عن الكلام والتصرفات والسدوكيات التي فيها حرمت طوال الطريق علينا أن نحافظ على هذه الأمور التي نعطي من خلالها قداسة وجلالة واحترام لهذه الشعيرة والابتعاد عن كل ما يقلل من شأنها أو ما يؤدي إلى الاستخفاف بها ثانيا أن نجعل من هذه الشعيرة موسما لتربية النفوس وتهديبها وإيضا وسيلة للتكاتف والتعاون والتعابد مع الآخرين وتقوية الأواصر الاجتماعية والابتعاد عن الفرق والتشاحن والتقاتل والتشاجر فيما بيننا فإن التناحر الاجتماعي من الأسباب التي تؤدي إلى ضعف المجتمع وعدم قدرته على مواجهة التحديات ومما يجدر ذكره أود أن أبين لكم إخواني كيف نحصل هذا الأمر إخواني أنتم ملايين الآن ملايين تتوجه لزيارة أبي عبدالله الحسين عليه السلام انظر أنت إلى بقية الملايين 16 مليون 14 مليون هؤلاء تعاشرهم وتخالطهم أثناء المسير للإمام الحسين عليه السلام بالأخلاق الطيبة معاشرة الحسنة تعاون تكاتف محبة الاحترام لماذا؟ هذا أخ لك في الإيمان والدين هذا مشارك لك في المواساة للإمام الحسين عليه السلام هذا مشارك لك في الولاء وتجديد العهد والبيع للإمام الحسين عليه السلام هذا مشارك لك في وحدة المصير في وحدة الهدف في وحدة الولاء اجعل شعورك اتجاهه في بقية الأيام وبقية الشهور كذلك أنا حينما أسير وهذه ملايين معي أشعر هذا أخ لي في الإيمان هذا مشارك لي في وحدة الهدف والمصير والولاء لذلك أتعامل معه بهذه المعاملة حينما أعود لا يقم تعاملي مع هؤلاء بالتناحر والتشاجر والتقاتل والبرد والحب والحسد والمكر والكيد وغير ذلك من الأمور التي تنافي الولاء كيف وخطابي إلى العشائر الذي هناك بعض الشكاوى هذه العشيرة وهذه العشيرة تقاتل يحصل أحيانا هذا باب المثال لأمور تافية يؤدي إلى أن يذهب عشرات من المواقنين ضحايا بين قتل وجره الاثنان من العشرتين في الأربعين يأتون مشيا إلى كربلة العشرتان يأتون مشيا إلى كربلة طوال هذا الطريق يتعاملون بالحسنة والمحبة والتآلف والتكاتف وغير ذلك لماذا لا ندين هذا التعامل في بقية الشهون هل يصح هو حسيني وأنا حسيني بين القبيلتين والعشرتين هل يصح أفضاء المسير أنظر إليه ألا أنا موالي أخي لي في الإيمان مشارك لي في الهدف والمبدأ ثم إذا عدت إلى مدينتي وإذا أنا أتقاتل وأتشاجر وأتنازع معه وأتقاتل معه حتى تذهب الدماء ضحية هذا التقاتل والتشاحن والتصارع هذا ينافي الحسينية الصادقة وكذلك مع بقية إخواني حينما أتعامل معهم في هذه المسيرة بمحبة بألفة باحترام في بقية شهور السنة حينما أكون معه في السوق في المعمل في الدائرة في المدرسة في المحلة في أي مكان علينا نتعامل معه بنفس المعاملة حتى أحافظ على قوة التماسك الاجتماعي وقوة المجتمع وأستطيع أن أنهض بأداء المسؤوليات هذا الولاء الحسيني الحقيقي الذي علينا أن ننتبه وإذا عدنا هذا الذي أذكره إذا عدنا إلى بيوتنا وإلى مدننا نحافظ على هذه المبادئ التي نعمل بها أيضا من الأمور المهمة علينا أن نتذكر أن المعزة نعزي نحن في هذه المناسبة أن المعزة بالدرجة الأساس الإمام المهدي عجل الله تعالى وفرجه الشريف وما أشد مصابه بالإمام الحسين وهو ينتظر بلهفة وشوق شديدين ما أشدهما لكي يأذن الله تعالى له بالظهور وهو معنا وتعرض عليه أعمالنا سلوكنا تصرفاتنا علينا أن نكون عند موضع حسد ظنه بنا علينا أن ندفل السرور على قلبه من خلال التزام من الدين والأخلاق أما إذا ابتعدنا عن هذا الاتزام هذا يؤدي إلى همه وحزنه على هذه المسيرة المخالفة لهذا الاتزام ثانيا الإمام بحاجة إلى المنتظرين بحاجة إلى الأنصار له بحاجة إلى الجنود له علينا أن نحول هذه المسيرة إلى مسيرة نستعد من خلالها أن نكون من أنصار الإمام سلام الله عليه وكيف ذلك لا بد هذا أن نأخذه بنظر الاعتبار وأن نستطيع أن نحول هذه المسيرة إلى الانتظار الحقيقي الصادق الذي يجعلنا الله تعالى من خلاله في مرحلة ظهور الإمام أن يجعلنا من أنصاره هذه النقطة لا بد أن نأخذها بنظر الاعتبار أيضا من الأمور المهمة كما تعلمون إخواني ينتشر على طول الطغيب في المسير إلى الإمام الحسين عليه السلام المحطات التي يتواجد فيها المئات من الفضلاء والمبلغين وطلبة الحوزة العلمية وهم جزاهم الله تعالى خير الجزاء يقومون بمهمة التبليغ للأحكام الشرعية وإرشاد الناس إلى ما فيه صلاح أمورهم وتقوية الارتباط بين عموم الزائرين والمرجعية الدينية وتقوية ارتباطهم وولائهم بالإمام الحسين عليه السلام لذلك إخواني اغتنموا الفرصة انتفعوا من هذه المحطات التي يتواجد فيها هؤلاء الفضلاء والمبلغين تعلموا الأحكام الشرعية التي هي موضع الاقتلاء استرشدوا بنصائحهم وتوجيهاتهم حتى في مجال الحياة الاجتماعية تعلموا منهم ما هو الحرام ما هو الواجب المطلوب أداؤه تسترشدون بهم في الأمور العامة التي تحتاجون إليها ثم أيضا تقام هذه النقطة مهمة إخواني لكي نظهر للعالم مدى اهتمامنا وحرصنا أولا لأن هذا الأمر هذا الأساس أمر محبوب عند الله تعالى إقامة الصلاة جماعة في أول وقتها وأنتم تعرفون أيها الأخوة اقرأوا مسيرة الإمام الحسين السلام يوم عشر وراء بدقة الإمام الحسين عليه السلام كان شديد الاعتناء والاهتمام في ذلك الوقت في ظهيرة يوم عشر وكان وقت قتال بين المعسكرين الإمام سلام الله عليه كان شديد الاعتناء والحرص والعناية بأن يقيم الصلاة في أول وقتها فصلى ببعض أصحابه لماذا؟ لكي يعطينا درسا نحن لنا أن نجعل الإمام قدولنا في اهتمامنا وشدة عنايتنا وحرصنا على أن نقيم الصلاة في أوقاتها وفي أول وقتها وأن نحرص في هذه الفرصة أن تكون صلاتنا جماعة مع هؤلاء الفضلاء والمبلغين ثانيا نظهر للعالم مدى حرصنا على إقامة عمود الدين في أول الوقت وحرصنا على هذا التجمع وهذه الصلاة جماعة تعطي الكثير من الفوائد والثمار لذلك علينا أخواني المؤمنين أن يستثمروا هذه الفرصة ليتعرفوا على الكثير من أحكام دينهم من خلال هذه المحطات أيضا من الأمور المهمة إخواني أن يكون هذا المسير فرصة لمراجعة النفس إخواني المطلوب الإنسان الزار حينما تدخل إلى مرقد الإمام الحسين عليه السلام عظمة الطهر هنا طهارة القلب طهارة النفس طهارة الجوارح أنت إذا أيها الزائر أيها الزائرة إذا أردتهم أن تأتوا إلى الإمام الحسين وتحضروا بين يديه في الزيارة احرصوا على أن تكونوا طاهرين لأن الإمام مثل القمة في الطهر والسمو فيه هذا الطهر أولا طهارة القلب راجعوا قلوبكم ابحثوا في قلوبكم أما لا يحبه الإمام الحسين عليه السلام حاولوا أن تجعلوا قلوبكم سالمة طاهرة من الحسد والغل والبغض والحق والكيد والتآمر والمكر وغير ذلك من الصفات الدميمة التي لا يحبها الإمام سلام الله عليه ثانيا احرصوا على سلامة جوارحكم اجلسوا تأملوا تفكروا في قلوبكم وفي أعمالكم وجوارحكم وسلوكياتكم اعزموا أثناء المسير اعزموا يا إلهي يا بعبد الله أنا أعدك أنني إن شاء الله بهذه الزيارة سأحاول أن أطهر قلبي من الحسد والتكبر والعجب والغرور والغل والحق والمكر للآخرين وعاهدك يا بعبد الله أن أطهر عيني نظري سمعي يدي رجلي جوارحي أن أطهرها من المحرمات هكذا نريد الإمام الحسين عليه السلام عاهدوا الإمام أعزموا على هذا الأمر ثم أتوا إلى قبل سيد الشهداء عليه السلام وكذا بقية الأمور المحرمة ثم بعد ذلك حينما تعودون تذكروا هذا العهد مع الإمام الحسين عليه السلام وحاولوا الوفاء به من الأمور المهمة أيضا هذه الزيارة تشهد توافد الملايين من المحبين للإمام الحسين عليه السلام من غير العراقيين ومن جنسيات مختلفة احرصوا أيها الزائرون أيها الزائرات على أن تظهروا وتجسدوا خلق الإمام الحسين عليه السلام مع هؤلاء الزائرين اظهروا لهم المحبة والمودة والاحترام والصابر والتحمل والتساهل معهم السعر في قضاء حوائجهم وتقديم الخدمة لهم بأفضل وجه ابتعدوا عن أي تصرف يسيء إليهم من التعامل بخشونة أو فضاضة أو عدم السعي في قضاء حوائجهم هؤلاء هقعوا آلاف الكيلومترات لكي يصلوا إلى الإمام الحسين عليه السلام بعضهم من الفقراء الذين لا يملكون شيئا لسد حاجات يومهم جمعوا الأموال طوال سنين لكي يصل إلى مرقد الإمام الحسين عليه السلام كيف ينبغي أن نتعامل معهم نحن المجاورون والقريبون من الإمام الحسين عليه السلام كيف ينبغي أن تكون أخلاقنا معاشرتنا تعاملنا مع هؤلاء الزائرين الذين هم من جنسيات مختلفة علينا أن نبتعد عن كل ما يسيء إلى سمعة أبناء هذا المذهب وسمعة أبناء هذا البلد في أي تعامل يقدح بصفة الخلق الحسيني وهذا كلامي موجه إلى الزائرين عموماً إلى أصحاب المحلات إلى أصحاب القنادر إلى أصحاب البيوت إلى أصحاب المواكب جميعاً احرصوا على أن تأكسوا السمعة الطيبة للذين يكون بجوار الإمام الحسين عليه السلام وكلامي الآن مع المرأة الزينبية لا شك أن مشاركة النساء المؤمنات الزينبية في هذه المسيرة خلال هذه السنة والسنوات السابقة مشاركة عظيمة وكبيرة لماذا؟ فإضاً للعزاء مشاركة في المؤساة مع زينب عليه السلام على المرأة المؤمنة الزائرة أن تحسن العزاء لزينب سلام الله عليه وتجدد الولا والعهد معها أنها ستسير على مباديها وخلقها وأدائها لهذه الرسالة كيف؟ عليها أن تجعل تنتبه الآن المرأة الزائرة تجعل زينب عليه السلام القدوة والمثال الأعلى لها في الحفاظ على التزاماتها الدينية في الحفاظ على حجابها عفتها قرامتها الابتعاد عن الأمور القادحة بالحياء والأدب الإسلامي عليها أن تراجع نفسها أيها الزائر المؤمنة زينب فالطريق اجلسي تفكري هل ربما ظلمت زوجك هل ربما تعاملت معه بسوء هل زوجك راض عنك أم لا الإمام قبل ذلك الإمام راض عنك أم لا أخلاقك كيف هي معاشرتك في داخل البيت كيف هي حرسك حرسك على رضا زوجك وتربية الأولاد كيف هو تعاملك مع بقية أفراد المجتمع كيف هو حرسك على الحجاب والعفة ليس فقط في أيام الزيارة بل في بقية الأيام راجعي نفسك في ذلك راجعي ما في قلبك من المشاعر والأحاسيس راجعي ما أنت عليه من التصرفات والأفعال والسلوكيات ربما هناك ظلم لزوجه ربما هناك معاشرة سيئة مع الزوج ربما هناك تقسير في تربية الأولاد ربما هناك معاشرة سيئة مع بقية نساء المجتمع حينما تأتين إلى الإمام الحسين عن السلام هكذا زينب لا ترضى عليه السلام الإمام الحسين لا يرضى لذلك على الزينبية أن تلاحظ هذه الأمور لكي تكون صادقة في عزائها ومواساتها وسيرها على طريق زينب عليه السلام من الأمور المهمة أيضا علينا أن نستذكر الشهداء والجرحى هؤلاء الأبطال المجاهدون الذين كانوا السبب في حفظ هذه المسيرة أمام عداء الدين علينا أن نستذكر مواقفهم نتعلم منهم كيف وصلوا إلى هذه المرتبة الله تعالى لا يعطي لكل أحد مرتبة الشهادة هناك البعض ممن يختارهم هؤلاء لهم مبادئ مواقف قدموها سابقا حتى نالوا هذه المرتبة وهذا المقام من حقهم ومن حق مبادئ الإمام الحسين سنفوتمان حسين نستذكر هؤلاء الشهداء نستذكر سيرتهم مبادئهم تضحياتهم ونحاول أن نسير عليها ونحيي سيرة هؤلاء ومواقف هؤلاء لكي تبقى هذه المسيرة إن شاء الله تعالى مستمرة من الأمور التي نذكر بها أيضا من الضروري التعريف بالقضية الحسينية للعالم توظيف وسائل الإعلام خصوصا وسائل التواصل الحديثة من الفضائيات ووسائل التواصل الاجتماعي من الفيسبوك وغير ذلك أي شيء نبرزه ونظهره للعالم من خلال هذه المسيرة هناك صفات إنسانية عظيمة هناك خصال حميدة في هذه المسيرة من تحمل المشاق والتعب نبين للعالم كيف أن هؤلاء رجل الكبير السن السبعيني والثماني في عمره والطفل الصغير والمعوق ورجل والمرأة يأتون سيرا على الأقدام من مئات الكلمترات نقول للعالم ولابد أن كيف نستطيع من خلال الوسائل التي هي محببة للآخرين وتجذب الآخرين نبين لهم هذه القيم الحسنة ونجعل من خلال هذه الوسائل انظروا أيها العالم هذه الملايين ما الذي يدفعها أن تتحمل هذه المصاعب والمشاق لآلاف الكلمترات هذا الحب العظيم للإمام الحسين عليه السلام ما الذي يدفع هؤلاء والكثير منهم ثقراء أن يجودوا ولدين هذا العطاء والجود والسخاف أن يبدلوا كل شيء للزائرين ما الذي يدفعهم للتحلي بهذه القيم في هذه المسيرة هذه صفات إنسانية عظيمة علينا أن نبغزها للعالم ونعرف بهذه المبادئ المتجسدة ونبعد هذه الوسائل التواصل والإعلام عن كل ما يسيء إلى هذه الشعيرة المهمة وما هي آثارها وغير ذلك علينا أن نعتني بهذه الضيوف نحاول أن نستقطب من وسائل الإعلام والرجال الذين لهم تأثير في بقية العالم نحاول أن نستقطبهم إلى هذا المكان ونعرفهم بهذه القضية الحسينية والآن تعرفون بعض وسائل الإعلام العالمية تبين أن أكبر تجمع بشري في العالم الآن هو مسيرة الأربعين الذي يجعل هذه الملايين تتوافد إلى قبر سيد الشداء هذا أن نركز عليه ونبينه ونبين هذه الصفات الحميدة أيضا أيضا المأمول من الأخوة الزائرين الكرام التعاون مع الأجزة الأمنية والأجزة الخدمية والحفاظ على النظام العام والحفاظ على الخدمات العامة هذه الخدمات العامة لكل الناس علينا أن نحافظ عليها الإضرار بها في الشوارع والأرصفة وقلع الأجزاء يتنافع مع المبادئ التي يريدها مننا الإمام الحسين عليه السلام هذا برنامج لبعض المقومات المهمة التي علينا أن نستذكرها في أثناء الطغير الآن وصلنا إلى الإمام الحسين عليه السلام ما هو المرامج المطلوب في المرحلة الثانية وها نحن قد دخلنا إلى مرقد الإمام الحسين عليه السلام ما هي الأمور المطلوبة منا لكي نكون من الزائرين الذين توجب لنا بهذه المقومات الجنة على من زاره عارفا بحقه وجبت له الجنة الآن تعالوا معي الأخوة في الخطبة الثانية إن شاء الله تعالى حينما ندخل إلى المرقد الشريف ما هي الأمور المطلوب منا أن نوفرها لكي نكون من الزائرين الحقيقين بسم الله الرحمن الرحيم